ونفكروا أن على فكرة في مباراة الأهلي وبرامدز من 22 يوليو 2024 ما خرجتش الغايد دلوقتي القرارات في هذه المباراة معرفش هم سايبينها لمجلس المهندس هانيا بوريدا ولا إيه مباراة الزمالك والمصري الزمالك هيلعب المصري يوم السبت في الدوري الجديد ومباراة الزمالك والمصري بتاعت الموسم اللي فات ما خرجتش عقوباتها هم سايبينها برضو لمهندس هانيا بوريدا ومجلسه ولا إيه وليه الناس ساكتلهم ليه الناس سايبين الناس كده ما بتشتغلش من 22 يوليو وإحنا النهاردة حضرتك 19 ودخلين في 20 11 عقوبات ما خرجتش وإزا مالك نفس القصة والمصري وإزا مالك هيلعب المصري يوم السبت شيء غريب والله العظيم شيء غريب أنا ما شفت كده في حياتي ما شفت يعني إهمال في الشغل إهمال في اتخاذ قرارات إهمال في القرى المصرية إهمال في انضباط القرى المصرية ده إهمال ده أسبق بيسمى إهمال ما فيش حد عنده قلب إن انت في مباراة لعبة حصل فيها أحداث 48 ساعة قراراتها طلع إيه لأن دي رديت ما رديتش هي دي القرارات وهي دي اللوايح بتاعتي لكن إنت مرعوب من إيه؟ إنت خايف من إيه؟ إنت بتحط العقوبات في الدرج وبتقفل عليها ليه؟